اوضل مجالات برمجة عشرين اربعة وعشرين. عايزين نعرف كده ونقفذ قمزة لمستقبل البرمجة الفترة اللي جاية وايه هي المجالات والوظائف اللي حتكون عليها طلب عالي الفترة اللي جاية. خلينا نبدأ كده ونشوف ايه الحاجات الجديدة او المجالات الجديدة. والتكنولوجيز الجديدة اللي المفروض تكون معاك. في مجال البرمجة وبشكل عام في الفترة المستقبلية اللي جاية. وخلينا نبدأ في الاكسل على طول. واهلا بيكون فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع. طبعا المجال بتاعنا ده بيتغير وبيتطور بشكل كبير زي ما احنا دايما معارفين. وبالتالي اكيد التكنولوجيز زيون مهارات ووين ووظائف اللي حتكون مفروض انت عارفها بتتطور هي كمان. فخلينا كده نشوف ايه هي المجالات الجديدة بس اولا المجالات دي يعني نادرا شوان هي تدخل مصر لكن ممكن تشتغلها في ريلانسر بكل سهولة وحيكون عليها الطلب عالي جدا. ومش شرط كمان في ريلانسر بس. ممكن تشتغلها ريموت لي كمان. ريموت لي يعني في شركات برا. وانت تشتغل معهم من عندك عادي لانها كلها حاجات حتكون سوفتوير او اغلبها حتكون سوفتوير معا ده الحاجات الاردوير قديمة يعني مش جديدة. معا ده اخر اتنين يعني برضو اللي احنا بو حيكونوا جداد علينا شوية. ومش حيكونوا منتشرين في مصر كتير. لكن في الامارات والسعودية حيكونوا منتشرين وحيبدأوا يزيدوا الفترة اللي جاية. خلينا نشوفهم كده على طول. اول مجال معانا وهو الويب سري والبلوكتشين. او هو اصلا الويب سري يعتبر جزء من البلوكتشين والبلوكتشين هو التكنولوجي المسيطرة على الويب سري. حد حيب يعني ممكن يكون معندوش علم اصلا يقول لي ايه هو الويب سري ده. الويب سري طبعا ده النسخة التلتة من الويب بتاعنا ده كله. الشبكة بتاعتنا. ويب وان كان مجرد صفحات وانت بتقراها بس زي المواقع القديمة جدا زي المسينجر والياهو. آآ ليهو نيوز حتى والحاجات البدائية قوي والانترنت اكسبلورر والكلام ده كله. والتو اللي احنا بنتعامل معا دلوقتي بقى يسمح ان واحد يكلم مجنوع زي اليوتيوب زي فيسبوك زي الحاجات دي كلها النهاية فيها السوشيال ميديا كتير بس في النهاية الويب توقع محصول في حتة المركزية. ان اي داتا بيس في الدنيا او اي موقع في الدنيا ليه شفس واحد مانك ليه وهو اللي مسيطر على الداتا بتاعته كمان بيقدر يتعامل معاها ويقدر يبيعها يقدر يشتريها يعمل لو هو عايزه بالداتا بتاعته. لو السيرفر بتاعه وقع او مجموعة السيرفرات بتاعته وقت الموضوع انتعها وخلاص والموضوع كله اتناسي. لكن هو الميزة بتاعته هي اللا مركزية. الداتا بتاعتنا بتتشفر وبعد ما بتتشفر بتبدأ تتوزع على اكتر من نقطة او اكتر من جهاز على مستوى العالم كله ما بيبقى لهاش مصدر او مركز واحد. طبعا ده هيديك ميزة التأمين ان الداتا بتاعتك مش فيه تحد وطبعا هي متشفرة اصلا وهو ده زي العملات الرقمية. وتاني حاجة بتديك اللا مركزية يعني ما فيش حد بيتحكم فيك خالص. وما فيش اي رقابة على اي حد في الويب سري. يعني ممكن تشوفها كده او فكرة البيتكوين هي اشهر حاجة اخي عارفين عن الويب سري. وفيه الان اف تي وفيه حاجات كتير جدا في الويب سري. فانده ممكن تكون للبلوكتشين واللي من خلالها هتعمل قواعد بيانات تكون او الداتا بتاعة العمله هتكون متوزعة بالطريقة اللي احنا قلناها. ومش هيكون لها مكان واحد. طبعا هي تكنولوجيا جديدة. وتكنولوجيا انها مستقبل حتى لو مش في الفين اربعة وشرين. يعني كمان سنة سنتين هتبدأ تنتشر وتتعمل بشكل واسع جدا. عشان تكون لازم تتعلم برمجة اولا زي ما قلنا بقى الاساسيات في الاساسيات دي معانا وتتعلم بايسون كمان بشكل اساسي وبعد كده تتعلم اساسيات البلوكتشين وفي الاخر تتعلم اساسيات التشفير وجزء من السايبر سيكوريتي عشان تقدر تشفر البيانات دي وتحميها وتقدر كمان تعمل عليها تعدين او مايننج بحيث انه كل الناس اللي على الشبكة يبدأوا يحللوا الداتا دي ويتأكدوا منها يعملوا عليها فريفيكيشن قصة التعدين او المايننج بشكل عام. فانده اللي هتبقى مسؤول عن كل الحاجات دي لحماية البلوكتشين بتاعتك. تاني مجال ومتوقع ان هو ينتشر بشكل واسع جدا. الفترة اللي جاية هو مجال ال ا ا ا ا ا ا او الواقع المعزز. خني بنك مش الواقع الافتراضي. هو الواقع الافتراضي هيزيد اه بس بزيادة الواقع المعزز. حد هيقول لي الفرق بين الار والزي ار او الواقع الافتراضي والواقع المعزز. الواقع الافتراضي ده هو ان انت بتلبس النضارة وتحط السماعات في ودنك وتعيش في عالم تاني غير العالم الواقعي بتاعنا. اكنك جوا لعبة بالزبط. ده بينفع للتدريب بينفع للالعاب نفسها بينفع. محاكي لحاجة معينة بس. اما الار ده ان هو مسؤول عن ان انت تشوف اه حاجات مش موجودة في الواقع بس تكون في الواقع. حد هيقول ازاي. فاكريين لعبة بوكيمون اللي هي كانت سحلة العالم كله معاها ان انت بمجرد ما تفتح كاميرا في الموبايل بتشوف حاجات مش موجودة غير جوا شاشة الموبايل بس جوا الواقع بتاعك. يعني انت بتربط الواقع بالخيال بتاع الكمبيوتر او كمبيوتر فيجن. فده من المجالات اللي هيكون لها مستقبل كبير جدا. فيه بتعليم لان انت ممكن تدرب طلبة. على حاجة معينة اظن شفنا في مصر حتى. في كتاب معين كده بيقول لك انك ممكن تشتريه وتسكن الكود. وهتشوف حاجات اه تعليمية او تجارب علمية او كده على المكتب بتاعك في البيت. فهي دي الفكرة بتاعت الاي ار واللي متوقع ان هي تنتشر بشكل واسع جدا فترة اللي جاية. تالت مجال معنا وهو مجال الشبكات والامن السيبراني اللي احنا اتكلمنا عنه كتير واللي هو ميش جديد اساسا. لكن زي ما قلنا المجال ده حيستمر. والمرة الجاة لما نزل فيديو جديد عن الموضوع ده. حيستمر معنا وانا واسق ان بعد ميت سنة كمان حيفضل معنا. مع ده لو التكنولوجيا كلها انتهت والحضارة كلها بتاعتنا انتهت. لكن طول ما الحضارة بتاعتنا موجودة الشبكات والامن السيبراني مجالين اساسيين معنا. الشبكات هي تشمل كمان مجال الاي تي كامل. من اي تي البداسك من شبكات نفسها من الوزء تأمين الشبكة من الفايروول من السايبر سيكورتي بقى نفسه من نظام التشفير اللي احنا قلنا بتاع البلوكتشين كل ما يبخص البنية التحتية وتأمين الشبكة بشكل عام والبنية بتاعت الشبكة نفسها. فالمجال ده مش عايزين نتكلم عنه كتير لان احنا اتكلمنا عنه كتير وحاسب لك برضو لينك فيديو في الدسكريبشن لو انت عايز تعرف اكتر عن الشبكات والامن السيبراني واللي هم اصلا اساسيين معنا في كل الوصول وفي كل زمان ومكان. رابع مجال معنا وهو مجال الخدمات السحابية او الكلاود كومبيوتينج. ان انت تكون ديفولوبر او تكون ديزاينور بقى اركتكت لمجال السحاب او اللي هو المعلومات او السحابية او اللي احنا بنسميها الكلاود كومبيوتينج. الكلاود كومبيوتينج بيشمل كزا مجال تحت يبيص شوال تأمين السحابة نفسها انشاء تطبيقات سحابية اكيد شفت او تعرضت بلكده الفوتشوب اونلاين. اتعرضت بلكده البرنامج مثلا وورد اونلاين نوع اللي احنا بنشوف على جوجل درايف اصلا. فكل الخدمات دي بتكون خدمات وبرامج سحابية شغالة على الويب بتقدر تطبقها على السيرفر الرئيسي اللي هو شغال هناك وفيه باتا كتير. وانت بس كيوزر بتشوف الفيو الاخير بتاع الابل كشب. وانت منها تعديل صور من ضمنها حاجات كتير جدا واشهرهم طبعا ال اي تابل يو اس او الامازون ويب سيرفيس. وجوجل طبعا عملة خدمات سحابية او كلاود كتير جدا وعملة كلاود كومبيوتينج بشكل عالي جدا وغيرها طبعا كل الشركات الكبيرة عملة الكلاود كومبيوتينج. وده من المتوقع ان هو برضو ينتشر ويزيد اكتر واكتر الفترة اللي جاية. فصوصا ان تطبيقات الاي اي اي بدأت تعمل الكلام ده كتير جدا. انت تقدر تحسن الصوت بتاعك اونلاين على برامج اي 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 سحابي. تقدر تعدل صور اونلاين برضو وتحسنها اوتوماتيك بالاي اي اي. كل الحاجات دي بتحصل عن طريق سحابة. فكونك تنشئ او تعمل اركتكت الاسحابة او تأمنها ده حيكون من ضمن الوظائف المنتشرة كتير جدا خلال التلات اربع سنين اللي جايين سواء في مصر او برا مصر زي ما قلنا. خامس مجال معانا وهو مجال انديفوبس او السوفتوير انجينيرينج ويشمل طبعا السكرام ماستر والتيستر معاهم. لو انت مبتدئ هتدخل تستر وهتدخل السكرام ماستر. وطبعا انا ارشح لك سكرام ماستر اكتر وتتعلم التولز والادوات الخاصة بالسكرام ماستر. بعد كده هتكمل في مجال الديفوبس وتبقى ديفوبس انجينير وده مطلوب للشركات الكبيرة وممكن في الخارج تشتغلها مفيش اي مشكلة. فانا رشح لك المجال ده لو انت ترجط اكتر في الخارج وبنسبة كبيرة اللي جاي كله هيكون في الخارج اكتر من الوطن العربي واكتر من مصر التحديد. يعني وكتلاقيها في الوطن العربي كتير بس في مصر اقل بقى الحاجات اللي جاية كلها. فانت لو مطارج تقبط كتير تقبط بالدولار وتشتغل ركز في الحاجات اللي جاية برضو. والحاجات اللي فاتت على فكرة زي الفول يعني ما فيهاش اي مشكلة برضو. فالديفوبس من المجالات اللي حتكون معنا في المرحلة اللي جاية هتبدأ تزيد لان السوفتوير لو اخت بالك الحاجات اللي فاتت حتى كلها حاجات تقيلة. وبالتاني بقى الكلام اللي جاي كله تقيل ومحتاج ناس فهمة وان يستعمل اركتكت كويس. نستعمل كل حاجة احسن من الاول. سادس مجال العامة وهو مجال الداتا ساينس والداتا انجينير. طبعا اللي احنا عارفين ان الداتا بيز بتبدأ توصل لبيك داتا والناس بدأت يبقى عندها كم رهيب من الداتا. ويمكن دي حتكون العملة الجديدة انت معاك داتا اكتر يبقى انت اغنى من اللي جنبك. الشركات بدأت تتعامل بالكلام ده بالفعل. كل ما يبقى معاك داتا اكتر وداتا تكون صحيحة وتقدر تعمل عليها اكتر كل ما تبقى اغنى في المجتمع بتاع البرمجدة. فبالتاني انت كونك داتا اناليست وداتا. طبعا تبقى داتا ساينتست كمان. وبالآخر تبقى داتا انجينيرك ده حيقوم وكفك الفترة اللي جاية. وخصوصا ان الاي اي بلع الداتا بيحتاج داتا بالهبل. فبالتاني كونك تدخل مجال زي ده ده حيدملك فرصة مين جاعتين. لو انت عم تحل البيانات بس او لو انت كمان هتشتغل مع حد اي اي. فده حيفتح لك مجالات كويسة الفترة اللي جاية دي. سبع مجال معنا وهو السايو او السايو انجينير او السايو اوبتمايزر. اللي هو اس اي او او السيرش انجين مش سايو مسي مش تي اي او اللي هي الشيف اكسيكيوتيف اوفيسر او اللي هو الشخص المسؤول عن شركة او اللي هو المدير التنفيذي يعني. لكن الاناقصه دهنا اس اي او او اللي هو سيرش انجين اوبتمايزاشن. فالشخص اللي حقوم بالاوبتمايزاشن ده حيكون مطلوب الفترة اللي جاية اكتر واكتر لان فيه اغلب النسبة بتعتمد على التجارة الالكترونية وفي اللي بتعلم على التعليم اونلاين. وكل المنصات دي عايزة طبعا تظهر في محركات البحث بشكل اكبر وبشكل افضل من الاول. فكونت تشتغل سيو او اللي هي اس اي او يعني. ده حيحصل لك الوضع بشكل كبير جدا ان انت تلاقي فرص كتير لكل الناس بقى اللي محتاجها تحسن. فده يجع يعني في محرك البحث. ثمن مجال معنا وهو مجال تدريس البرمجة. تدريس البرمجة من المجالات اللي مش حتقود برضو لان للأسف كده الناس برضو عندها فكرة ان اي مجال بقى برمجة هو مستقبل. احنا قال مجالات اللي احنا بنقولها لها فرص كويسة. بس الناس برضو مش فاهمة ان مش كل المجالات كده. لكن هتلاقي اقبال اكبر بكتير لناس عايزة تتعلم برمجة. وبالتالي كونك انت تدرس برمجة. سوق في مراكز تدريب في جامعة تتعايم وين تدي دروس حتى برمجة ايا مكانة الوسيلة. بس كونك هتدرس برمجة وتبقى اصلا كفء الحاجة زي دي. ده هيكون حاجة كويسة جدا ليك. وحتقدر تدخل دخل كويس برضو. وانت اصلا ما بتبزلش مجهود ان بيبزله اغلب المبرمجين. بس طبعا مش متساوي. يعني لو اشتغلت او جادلك فرصة في اي حاجة من الحاجات اللي قبل كده او حتى حاجات الاساسية اوي زي الويب والموبايل الحاجات اللي احنا بنقولها من الاوت. دي هنكون اخضل لك شوية من موضوع تدريس برمجة لانه حتى مش هيكون مستقر معاك اوي. ممكن فترات تزيد وفترات تقل معاك. اخر مجالين بقى كده على السريع على طول وهو مجال السيارات ذاتية القيادة او جزء من الاي او تي. وده هيكون مستقبني اوي شوية لان ما فيش غير تسلا دلوقتي. هي اللي طبعا شغالة بالنزال ده. وقريبا بقى شركات العربية كلها او شركات السيارات هتبدأ تطور في الجزئة دي. فكونك تشتغل في الجزئة دي هيكون كويس ليك. ودي تندرك تحت اخر مجال معنا وهو مجال واللي بدأ انتشاره بشكل واسع جدا خارج. احنا كده اهو بنتكلم عن خارج مصر لكن في مصر هو قليل طبعا احنا اتكلمنا عن تفاصيل مجال بشكل كبير والاقسام بتاعته والحاجات دي كلها ممكن اساوب لك اللينك بتاعه برضو في لو عايز تفاصيل اكتر عن مجال وبس دي كانت اشهر كده مجالات هتكون الفترة اللي جاية مستقبلا وحتكون هي مستقبل البرمجة ومجالات اعتقد جديدة على اغلب الناس اللي بتسمعني والتابعي ان شاء الله اكون قفتكم بالمعلومات دي واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقفتكم لو عجبكم انتنساش تديني احلى لايك وما انتنساش تشوف الحلقات والحكايات والكرسطات اللي فاتت وتستنى الحلقات والحكايات والكرسطات اللي جاة وانزل اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وعشان ما تبقاش من الروايق اشترك في القناة عشان